لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله مستمعي الأفاضل تقبل الله منكم صلاة العشاء ورفع الله بها مقامكم وطهر بها الله تعالى ذنوبكم وحفظ الله بها أولادكم وكثر الله بها أموالكم وجعلكم من المقربين إليه في الدنيا والآخرة نعود إليكم مستمعي الأفاضل ونفتح خطوطنا الهاتفية من أجل التواصل معكم ونذكر بأرقامنا وهي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ناخد أول مكالمة من الجديدة مع أخينا سيد محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سيد محمد الحمد لله كل شيء بخير ولله الحمد والحمد لله تقريبا مهم مدة هذه وأنا أنت نتصل بك والحمد لله شدت لنا الله يزدك بخير والشكر لله مرحبا خويا مرحبا الحمد عندي عندي ثلاثة الأسئلة الله يزدك بخير نعم سؤال الأول نعم مو حديث شوية واركين غد نقوله ما شي مشكل نعم لا حرجة في الدين كنت كنت أسألك كنت في اليامات دي لك قبل ما نزوج أي كنت كان نزني بزات لا إله إلا الله كنت نزني بزات بزات المهم وكان نقول دينا واش يسمح لي الله الله أكبر والحمد لله حاولد وكان نطلب الله دينا دينا كان نطلب الله تنقول دينا يا ربي ترزق لي بنت الناس يا ربي لا إله إلا الله والحمد لله وجاب لي الله بنت الناس جوجت أي وتجوجت دابا الحمد لله ورجعت يعني واش يغفر لي الله أنا بكش اللي كنت درت لا إله إلا الله سيد محمد الحمد لله ورجعت نصلي كما نصلي ورجعت لله مالك الحمد نعم سيد محمد والسؤال الثاني نعم حفظ حفظ إيش سورة ديال القرآن نعم وشينك نصلي بهم نعم قل أعوذ برب الناس نعم قل أعوذ برب الفلاق نعم قل الله أحد نعم وذيك سورة ديال ليلات القبر أيه والفتحة حفظها حفظها الله يجبك دفعي هي الأساس هي الأساس الفتحة والمرة تأي عندي حكاس نعم ومرة هنا أساس وعندي السؤال لا أخرى الثالث نعم ما تتليه واحد درية صغيرة الله أكبر يا الله قل شي عشرين وقل شهرها دي الله أكبر إن لله وإن إلي راجعون إيه ما رحمه ديك والمرأة ما يززك ديخ بغيك بغيك الدعي لي نعاها تولد دبا مريضا الله أكبر ويغلا كنتي تعقل رأينا اللي كنشيد عندك الستيديو استقبلتيني يا سيد محمد إيا كنجو بزاب دي الناس نعم سيد محمد إيا قلت لك أخويا أخلت عندك استيديو استقبلتيني الله يززك بخر الله أحفظك مهمني حمد وبغيك الدعين آليها المرأة وهاني عنده ذلك تخبر معي الله يززك بخر وإرحمك الوالدين مرحبا سيد إيا أنا ما كتعبش العربية جزا كثماس خير لا تكلم الشريفة السلامة لله أهلا وسهلا مرحبا مرحبا باركة فرسكم ولله إن لله وإن إليه رجعون آمن الله يزقك الصبر الله يزقك الصبر لا إله إلا الله يا ربي كريم رزق صبر يا ربي كريم رزق صبر الله يرحمه وسهلا الرحمة يعودكم خيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لك الدكتور شكرا شكرا وخال إن شاء الله تلغى تسمعين جواب بعد لحظة بإذن الله يا ربي كريم إحنا غنحر غير بعض المكالمات في الانتظار وإن شاء الله غنجاوبكم سيد محمد وزوجة دياله بإذن الله غنمشيوا أيضا إلى من جديدة السيد قاسم مع أخينا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سيد محمد أحبك الله قسم الله أحبك الله يا دكتور الله يرفع المقام ديالك الله يدخلنا وإياك الجنة بفضله ومنه وكرمه الله يخليك الله يخليك يا دكتور ويطولنا عمرك يا ربي حفظكم الله سيدي دكتور أنا مواطن سوري مرحبا مرحبا أنا مقيم بمدينة سيدي قاسم مشجوز وعندي ثلاث أطفال نعم سيدي نعم أنا أخدام بشركة عشر سنوات أنا أخدام بواحد شركة نعم لحفر الآبار نعم آآ خدام والله العظيم يكتور خدامهم عشر سنوات بصدق وأخلاص وأمان قصنا بالله لا إله إلا الله نأدي واجبي يعني فوق 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 طاق تنذير ما شاء الله قاسمي ظهري من أربع سنوات ونخدام محهم نعم كنت جامع كنت جامع شي بركة ديالي فلوس قصرت والله العظيم عظهري والله ريال ما عوضوني لا إله إلا الله ظليت خدام محهم مستمر محكم لا إله هاي مدة أربع شهور الحركة خطت شوي الخدمة خطت بعدين تحركت شوي خدمة معاش يعني معاش اجتموا فيه صرت نقطوا منهم فلوس ما يعطي ما يعطوني بعدين اعطوا عليه ما شاء الله لما هدرت محهم حكيت محهم قلت لهم طيب أنا خدام معكم عشر سنوات ليش دلتوا فيه ليش عليش نقطة فيه لعمل هذا عندي ثلاث أخبار مستجر بيت وولادي قاعد نقرأ ما عندي شي حاجة اللي اللي نستبيد منه يعني ما شاء الله يعني صاري طاعوني بشي حجج ما شاء الله رساكي لا إله إلا الله والله العظيم الدكتور قسم بالله العظيم قاعد صرت نسلف العباد الله بيش بيش نتخلص ونعطي أولادي بيش بيش شكر قسم بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قلت عارف غربهم لا عندي لا أخ لا أخ الحمد لله المغاربة كلهم خوتي والمغاربة فيه جماعة مغاربة وقفوا معي الله يكتر خيرهم نعم يعني ما نساش خيرهم أنا انتصرت فيك يا دكتور نعم بغيرك تدعي معي بسبيل الله الله يرحمنا الوالدين يا ربي يا كريم أنت وجميع المستمعين كل الإنسان يسمعنا يدعي معنا الله يرحمنا الوالدين لا إله إلا الله الله يتحد عليك والله يصدرك يا رب سيد محمد نعم دكتور خلي لنا الرقم الهاتف في ديالك نعم دكتور نعم نحن 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 كل يوم نتألم كل يوم قلوبنا تتمزق لما نشهد من الواقع السوري ولا قوة إلا بالله نحن 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 بالأعماق للقلوب ديالناء ونحن نحن جميع الشعب السوري الذي نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبهم من الضغائن والأحقاد وأن يسوي كلمتهم وأن يحقن دماءهم وأن يعيدهم إلى الناصية الشام كانت أجمل بلاد العرب والآن ما يقع ما شاء الله نسأل الله تعالى أن ينزل الطفه الخفية يفتح لك باب الرزق الحلل أسأل الله تعالى أن يغنيك من فضله أنت وأطفالك وزوجتك وأسأل الله تعالى أن يحقق رجاءكم في القريب العاجل آمين يا ربي كريم دعم أنا الآن أخد داسي محمد من سوريا الرقم الهاتفي وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح لك باب تيسير نتألم كثير ملك القو سوريين وسوريات على أبواب المساجد وكلقوهم عند مفتلق الطرق يتكففون الناس يمدون أيديهم شعب كان يعيش في رفاهية وشعب عند البلد يلو منارة للعلم ومنارة للثقافة ومنارة للصلاح شعب حباه الله بالكثير من النعم ووقع الذي وقع والآن الواقع مزري للغاية الآن كاللحظ الشعب السوري بنسائه وأطفاله ورجالاته كلهم منتشرين في بلاد كثيرة يتألمون ومنهم من أصبح يتسول ومنهم من يريد أن يعمل بعرق جبينه لكن كونه غريب لا يحظى بحق مواطنة كاملة لا يحق له في عمل قار بل فقط كيبقى دائما مياوم لاشتغل النهار كي يأكل بالليل وما عنده حق في أمر أخرى هذا وقع مزري أسأل الله تعالى أن يجعل أهل الخير وأهل الفضل في هذا البلد الأمين أن يولوا اهتماما كبيرا لإخواننا اللاجئين وإخوان اللاجئين هما رب عز وجل ضامن لهم سهما من أسهم الزكوات فالزكوات كما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال والغارمين وقال بأن النس لهما من أماكن بعيدة لهما جيين مغربين من أماكن بعيدة أيضا تعطى لهم سهم من أسهم الزكوات فأي واحد ربما عنده زكاة أمواله بغطي الفقراء والمساكين يعطيهم لإخوة السوريين فعلا لأنهم لأنهم متشردين ولأنهم من عابري السبيل كما قال الله تعالى الغارمين وابن السبيل فابن السبيل هو الإنسان الذي يأتي من مكان بعيد تقطع به الحبل وما القاش الطريق لتوصله فهذه دعوة للمواطنين والكورماء أن الإخوة السوريين نخصص لهم سهما من أسهم الزكاة إنسان بغطي الزكاة دياله يعطي شوية الفقارة وشوية المرضى وشوية المقربين دياله اللي هم محتاجين ويخصص وحد وحد مبلغ للغارمين اللي عندهم الديون ثم يخصص وحد للسهم لابن السبيل همه الإخوة السوريين وكذلك الأفارقة اللي كيجوا من بعيد ونسأل الله تعالى أن يكون المغرب ويظل دوما وأبدا قلبه مفتوح وبلاده مباركة لأن بذلك نرزق وبذلك ربنا يحفظ أمننا كنرجع للسي محمد من الجديدة لقال لنا بأنه كان في شبابه قبل الزواج يزني هذا اعتراف كبير وكبير جدا أمام الملأ وأكيد أن ربنا عز وجل من أسمائه الغفار ومن أجلنا نحن المخطئين سمى نفسه التواب وربنا عز وجل لا يعاقب على الخطيئة بل يعاقب على الإسرار على الخطيئة أكيد أن معظم الرجال لا بد أن عندهم ماضم فيه سقطات وفيه زلات من من الرجال أنه لم يخطئ ولكن الخطأ ربنا عز وجل جعله متجاوز إذا وقع الندم والتوبة الصادقة ومرة صحابي جليل دخل إلى المسجد أمام الملأ وقال يا رسول الله ائذلي في الزنا هذا بكل وقاحة قال هذا الكلام في مسجد رسول الله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله بعد صحابة شعروا بالغضب فقاموا لكي يضربونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال تعال سوف الرحمة يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعال فأجلسه بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه بحل الجلسة لعلم جبرايل كان جبرايل عليه السلام كي بغي يعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيدخل عنده الجامع فيجلس بين يديه ويسند ركبتيه على ركبتيه ويضع يديه على فخديه ثم قال له أترضاه لأمك قال لا قال أترضاه لأختك قال لا قال أترضاه لابنتك قال لا قال أترضاه لعمتك لخالتك وذاكر جميع المحارم والرجل والشاب يقول لا 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 فقالوا كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم الصحابي الشاب أدركه الحياة أدركه الحياء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على صدره ويقول اللهم طهر قلبه اللهم حص فرجه فلما قام ذلك الشاب قال والله ما قمت إلا وزن أبغض شيء إلى قلبي فأخي محمد أنت عندك اسم جميل اسمك على اسم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وربنا يقول محمد رسول الله هو الذين معه فأنت عندك اسم صاحبه لن يدخل النار كل من عنده اسم محمد لن يدخل النار بإذن الله جل علا لأنه يحمل اسم النبوة واسم محمد هو من الأسماء اللي فيها باب الجنة لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله دائما افتخر بأن عندك هذا الاسم وجعل هذا الاسم ديالك يكون فيه قوة يحميك من الوقوع في الخطيئة الآن ما وقع قد وقع فقط إذا تبت إلى الله توبة النصوحة وإذا شعرت بالندم الحقيقي الصادق ربنا عز وجل لا ماشي قد يغفر لك الدنوب فقط لا لا أكثر من ذلك الله كريم إذا أعطى أجزل العطاء الله تعالى قال أولئك يبدد الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة وكان الله غفورا رحيمة قال فيهم الله تعالى أولئك قال فيهم الله تعالى أولئك اسم إشارة للبعيد بمعنى الله تعالى رغم خطأهم مادام تابوا وأصدقوا الله يرفع مقامهم إلى العليين أولئك يبدد الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة سيد محمد هذا رب العزة جل جلاله خالقنا تقول لك لا تخشى لا تحزن ولا تسأم الله تعالى غد يبدل جميع الدنوب اللي قمت بها حسنات كل زنية وقعت فيها لك تستحق عليها الجلد الله تعالى يغيرها إلا كانت ألف سيئة غد يرد لك ألف حسنا إلا عندك مليون سيئة غد يرد الله تعالى مليون حسنا فقط بسبب واحد الندم الحقيقي والتوبة الصادقة وربي عز وجل غيرتوب عليك توبة نصوحة ده بس يدي محمد هذا الماضي ديالك نساه عمرك ما تبقى تجبدو وحاول أنك تنساه نهائيا لأن الله تعالى يوم القيامة ما غيرت يبدوش معك الله تعالى اسمه العفو غد يمسح كل شيء من الكتاب كأنه لم يكن حتى الملائكة اللي كيكتبوا الأعمال دي الناس غيرتسيهم لهم واحتى الكتاب ديالك في انتكتب الله تعالى غيرتك الصحفات كأنه لم يكن أبدا أنت من الآن إنسان جديد أنت إنسان متزوج وأكيد أن العبد المؤمن حينما يخطأ الله تعالى يرسل لي بعض بعض الابتلاءات لعل البنية ديالك من اللي توفات قد تكون هذه الوفاة ديالها نوع من التطهير لأنه لما يصيبون واحد الشدة كتكون تطهير للذنوب والمعاصي لذا كنقول الأحباب ديالي ما نبقاوش نساهلوا في الخطايا لأن الله تعالى ديالنا واحد المعادلة على قدر ما كتخطأ ره ربك يا حقبنا في الدنيا وذك العقاب تكون كفارة للذنوب قد يضيع منك المال جمع المال ويدع منك تقدر ربما تصاب بأمراض وأسقام كليك يدير الدنوب يدخل الدار القمرات دائما حارة ديما مضربوا فيها أو يدير الدنوب كيلقى أولادو عاصيم أو كيدير الدنوب كيمشي العمال كيلقى في عدة مشاكل أو يدير الدنوب السيارة دياله ما تبقى تنضي في صباح وهكذا شحال ديال المصائب كتوقع لنا هي إشارات من الرحمن أننا لنفعل الدنوب على كل حال خي محمد ما دم تفقتي ديك البنية ما تخافش هديك البنية قد تكون شاء الله تسمى وديعة وديعة عند الرحمن إلا طن الله بنية معاقة ولوليد معاقة تسمى هدية ولطن الله يوليد لابنية أمات كنسموه وديعة عند الله تعالى مخزون عند الله عز وجل يوم القيامة هتلقى على عتبة الجنة هتقول يا ربي لن أدخل الجنة إلا وأمي وأبي في يدي لأنهم أولياء نعمتي أول من يدخل الجنة هم الأطفال الصغار لماتوا في المهد هم اللولين لأنهم باقين على الفطرة السنيمة مع عندهم لا دنوب ولا خطايا كيجمعهم الله تعالى على صائر واحد كيقول لهم أدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب لماذا؟ لأنهم مرفوع عنهم القلم الطفل الصغير أو البنية كتقول يا ربي لن أدخل إلا وأمي وأبي في يدي لأنهم أولياء نعمتي فأبشر أخي محمد أنتو الزوجة ديالك إن شاء الله غتكون من الذين اختارهم الرحمن بشي دخلوا للجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب شفاعة هذه البنية فالضيج على فئة العليين الضيج على صداقة مقبولة ووديعة مرحومة عند الرحمن الزوجة ديالك أسأل الله تعالى أن يرزقها الرحمة في قلبها أسأل الله تعالى أن يعودكم خيرا في القريب العاجل مولودا ذكرا أو أنت في القريب العاجل وما دمت يا أخي محمد كتحافظ على الصلاة ما تخافش الصلاة لأساسي قد نحفظه هو الفاتحة هذه لا تجوز أي حاجة إلا بالفاتحة لأن الفاتحة هي رقم أساسي في الصلاة ومن لم يصل بأم القرآن فصلاة خداج ناقصة أم القرآن هي الفاتحة أنت تحفظ الفاتحة وكتحفظ لإخلاص قل الله أحد قل لا عدوا برب الفلاق وعب الناس وما تبقى عندك الحمد لله رصيد جيد ولكن هذا لا يعني أنك تقف هنا اشجاهد أخي محمد اسمع الأشريطة قرأ القرآن الكريم ودير قوة العازمة وركها تحفظ بسرعة رأى الناس داروا ستين عام وبدوك يحفظ القرآن وحفظه الله يبرك لك ويحفظك ويرفع المقام ديالك أمين يا ربي كريم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين نواصل المستمعي الأفاضل ونشيو الدخل مع للا نجات السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام للنجات الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا مريدان اللي أغفظين عام باق كأن كبرت وعي من حلال باق كأن أخذب لا إله إلا الله هذا مكتاب للا لك مكتاب علي دخل السيحن يا ربي عندو غير وزن الباق حر يا ربي وكنت يا قرأ ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله لنا نجات لا إله حسن عوانك للا حسن عوانك بأن الإبن ديالك قرأ واشتهد وفي الأخر اكتب عليه المكتاب ما شاء الله لا إله إلا الله وغنقل السادة المستمعين الله يجزيكم بألف خير أنتم جميعا يا الله بقين ما زال متوضئين يا الله صلتوا صلاة العشاء وما زال كنتوا ساجدين وراكعين وقلوبكم طاهرة بذكر الله أدي اختكم نجات من الداخل كنت نستجن بكم هي ممكن دعي الله بنفسها ولكن عند الأمل في الدعاء لا إله إلا الله يا رب يا رب يا رب يا كريم فالله يجزكم بخير لا قلت آمين غتساعدوها في نيل المطلوب فاللهما يا رب يا كريم هذا الوليد له مسجون يا رب قدرت عليه ما قدرت عليه من السشن حتى دخل إلى وراء القطبان اللهم يا رب يا كريم اكتب له مقادير الخير اللهم اكتب له مقادير الخير اللهم عجل بالفرج اللهم عجل له بالفرج اللهم ارزقه العفو في القريب العاجل اللهم أعينه على امتحانته في السجون اللهم أعينه على امتحانته يا رب يا كريم واجعله من الناجحين اللهم اجعله من المتفوقين اللهم أصلحه واجعله يخرج من السجن راضيا مرضية مهدية مستقيمة يا ربي وجعله كسيدنا يوسف يخرج من السجن إلى رحاب القصر يا ربي يا كريم اللهم عجل له بالفرج اللهم عجل الفرج وجميع المسجونين اللي هم الآن في الاستماع عدد كبير منهم ربي اللي يعلم بهم يا ما في السجن ما ظليم وكل أدنب ولكن كتب عليه المكتوب نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم جميعا يا ربي تب علينا وعليهم وتبدل سيئاتنا وسيئاتهم حسنات اللهم يا ربي يا كريم عجل لهم بالفرج اللهم عجل لهم بالفرج وأخرجهم سالمين غانمين يا ربي يا كريم وهذا الزوج بعد ستين عام وباقي مجال مكي صليش أكيد أن رحمة الله لم تدركه بعد اللهم يا ربي يا كريم نحن جميعا أكرمتنا وجعلتنا من المصلين ونحن صغار اللهم إن هذا الرجل قد بلغ من الكبر عتية اللهم يا ربي لا تدعه لنفسه فإنه غافل اللهم أدركه برحمتك اللهم كما أدركتنا جميعا وحببت إلينا الصلاة وجعلتنا من المصلين اللهم أيضا هو كذلك اللهم أدركه يا ربنا في ليلتنا هذه اللهم أدركه وحبب إليه الصلاة اللهم يا ربي يا كريم اجعله من المصلين برحمتك وجودك وكرمك يا رحمن يا رحيم وجميع الرجال والنساء الذين لم يهتدوا بعد إلى الصلاة اللهم كما أكرمتنا بأنعمت علينا وهديتنا إلى الصلاة اللهم أهدهم أيضا إلى الصلاة اللهم حبب إليهم الصلاة اللهم حبب إلينا جميعا الإيمام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين فالهداية من الله والضلال من نفس العبد المؤمن الله تعالى إذا أحب عبد هداه ولكن إذا تركه لنفسه بقي ضالا مضدلا يا دل جلال والإكرام عجل لنا بالفرج حبب إلينا الإيمان اهدينا إلى الطريق المستقيم وخذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى آمين يا ربي يا كريم نتحول من داخلة إلى مكناس مع أختنا صباح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا أنا دكتور فرحت مني شد لي الخط مرحبا للا صباح عندي ثلاثة الأسئلة عن قولهم لك يا للا مرحبا للا وفي التالي أعطني المرتك الله عطك ست وخاختي صباح آه أنا معواقة ايه؟ وتمشكرك على ذلك هل هاد البرنامج اللي درتي البعي حول الله العفو لله وفقرتونا واهتميتو بينا وتمشكرك بزاف لاي لاهي لله مني جيبتونا واهتميتو بينا هل يومين تمشكرك بزاف ودرتي بجهودك لاي لاهي لله اختي صباح الاعاقة ديالك وش هي آآ مدنيا مركبا اش عندك بالاعقة؟ عندي اللي عدي عندي في اليد ورجلي الله اكبر لا الهي لله اش يزا عندي عندي في اليدين ورجلي كيفاش وقع وش بالولادة ولو وقع لك من البعد؟ لا من البعد مش في الولادة اش وقع؟ تسابع بي خلعة الله اكبر وقع لها خلعة وتعوزوا ليه ديالك ورجليه فزع فزعها ديالك وقع لك ما شاء الله انا ما عرفش زعما السابب بيش نوع قع ليا زعما تشعي خلعها وقعت ليا اش حال كان عمرك انا دك؟ آآ كانت عندي قتلي الوليدة كانت عندي شي عصر سنين اكبر لا حول ولا قوة الا بالله آآ واكيد ان الوليدة الله جزا بخير مشت عدل اطباء وطرقت الابواب ما خلت قتلي ما خليت فقية ما خليت طبيب ما خليت شي موضع دابة الطبيب لي كان فتح عنده ومتبع مع الطبيب لي كان فتح تنهدى الحرق وصع ليلة هيل الله لا حول ولا قوة الا بالله تنهدنين الحرق وصع ما شي نتيجة ما كينا ما شاء الله الله شافر ودفع الواحد الجمعية دي خمسة دي حداشر عام باش دفعت الواحد الجمعية ما كينا سيش نتيجة ما كينا اش دفاتي لهم؟ دفعت لهم الضوصي ديالي ديالاعاقة باش يطرح مساعدات؟ ما يعاونوني هكا في الدواء ودكش نقنشري الدواء مقنشري اي حاجة بغيتها لا يلا هيل الله دبقتي الصباح ديالاعاقة باش دفعت ما بقتي جواب؟ اه ما اعطاهنا تشي جواب ما اعطاهنا في مكناس؟ اه دفعت في مكناس ودفعت واحد لقريمة دي حداشر عام عام وتاني والو مكلا لقريمة لا تشي حاجة ما شاء الله وما حاوتش الدفع مثلا في التعاول الوطني ولا باش ناخده قريمة ندفعها عن طريق العمالة مش دل العمالة ديالنا وما ليستفتون للعمالة السماعية ايا نعاود من الطلاب ديالنا نعاود من ديالطلاب استعطافي الدواء ديالي باقي عندهم الدواء ايا نعاود ربما كيقدر ربما تبدل الموظف اللي كان مسؤول تبدل العامل اللي كانت مع لكن مشي كيقول للدواء ديالك هو باقي هنا باقي ما تربجش اا ما شاء الله ما شاء الله في الماتل مشي تيقولي للنف السؤال عندي النمر ديال الضاصي عدي بطل لادريسة الضاصي عدي كل شي وكنت مشي تيقولي ما كين تعارب ممكن خصة بحي نطرقو بزاف الابواب نكتبو العملاء نكتبو الوزارة نكتبو الديول ملكيين نكتبو بزاف ديالجهات نكتبو التعاول الوطني نكتبو المبادرة الوطنية التمية البشرية هدو كلها اسباب من الاسباب لعله وعسى واحد فيهم يشد وكل سنة نعاود نجدد طلاب ديالي ويكون مرفق بصورة فوتوغرافية كبيرة الحجم صورة تكوني وقفة كتباني بأنك يكون لك معاقة وقفة مسي غلوجة الجسم كله عندي في الدين والرجلين في الوقف تنوقف يعني عندي ذلك شي لعدي معاوجي اللي يدي وجلك غتصوري كاملة بأنك وقفة أو جالسة كاملة وقفة بأنك عندك الإعاقة ونميل في الطبي والبطاقة للإعاقة وغد صيفتها إن شاء الله تعالى ره مرة مرة كيدرو في هاد اللجان اجتماعات كي خرجو شي قريمات معدودين لكن طلبت كتار فتصيفتها دكتور تصيفتها العمل ديالك دي المكنس وتعود تصيفتها الوزارة دي الداخلية العمل دي المكنس يقولك باقي دي ندوسة ونعودة نجد تطلب ونصيفت الوزارة الداخلية ونصيفت الوزارة دي التضامن والأسرة والمرأة ونصيفتها كان دي هاد الاسباب دي غير اسباب ولكن السبب الرئيسي هو وقت صباحة تمدي كفافك الرحمن سبحانه وتعالى رهو الرزاق عنده خزائن السماوات والأرض وربي عز وجل إذا أراد أن يرزقك سنصلي بذيكتور ساتيها قول الله أحد عوض برب الفلاق عوض برب الناس إذا قدرت تخلي صباح أنك تفيقي قبل الفجر بواحد ساعتين ذيكتور فقانهلي متنقدرش نفعل أباكتور إذا حولي خدري ربما عندما انتماخ دمش أنا الفقية كان سمعتي ودى نطلب الله تنكون صحيقة باش النظر نتودى ونصلي وكيزيني البرد في الدور جلي تنقدرش على البرودة لا تيمي تيمي ديك ساعة لما قدرتش تيمي تيمي مم ونصلي وصلي ونتي قيلتها صلي غرب لعينك مرفوع عليك القلم نحن نقدر نحن تحنا يحقب شوية بشوية تيمي دي لماك واحد تيمي ما في في إحدى تحت الأسدد ديالك تسمعين مؤدين شديدك اللي تيمي ما مصحيبه يديك وجهك تيمي معروف كان مسحول يدي نملولين ومن البعض مسحوجه هنا ونصلي وفي الصلاة يقول يا ربي تحنن علي القلوب ربي هو الرزاق هاد الناس اللي هم مسؤونين هادو غير وسائل هادو غير أسباب لكن الله هو الرزاق وإن شاء الله تعالى ربي يسخر لك الوسائل ويسخر لك الأسباب كي تسمى التسخير تسخير لديك الموضف ربما مسخر وربي عز وجل يحرك لك العاجل دي التسخير وإن شاء الله في القريب العاجل يغوتع لك يقول لك صباح لكن أيام من الناس الذين تم اختيارهم بهذا الامتياز أو هذا الأعطية شي قريمة أو شي كيوسك أو شي رصيف دي الباركين أو شي عطاء إلهي ربي يعلم بالخير يعطينا غير شي رضيق في العيش وتن موت يا ربي يا كريم أختي صباح صباح شال عمرك دابا تكون وقال عندي ربعين ما عافش أنا بالضبط شنو عندي معديش حالة مدانية معافين شنو عندي بالضبط وصباح أنت غير متزوجة لا ما زال ودابا الآن اللي كيقوم اللي كيعونك وكيقوم بك الوالدين كانت الوالدة تخدم علينا دابرة مريضة لا إلهي لله وأكيد ربما أي وحد فينا إلا كان عنده 40 عام كيكون بنى المستقبل دياله أنت دابا الآن كتشوف في راسك بأنك المستقبل بزاف دي العالمات استفهام كي غدري من اللي قدهم وكانين خوتي ولكن كي ما بلتين ساعش حلقة الخوتي يعطيك دروري غيط ما عنديش في واحد الوقت أي يا أختي الله دروري أختي شي حالة تكون ديالك دروري أختي ما أصيب يكون ديالك تيخدم عليك ما شاء الله أختي الصباح تقدر دليش يسمعها أو شي خدمة بيديك لا إله إلا الله أختي صباح أنت الآن في مكناس ربما يكون شي واحد من المسؤونين ديال مدينة مكناس اللي هو في السلطة يكون كي يسمع فيك الآن ربما العامل ربما الكاتب العامل ربما رئيس الدائرة أش ممكن تقولي له الآن ربما يقدر الصود يلك يبلغو أنا بغيت شي رضيق لي يخدم عليك شا نهار لي نموت لا إله إلا الله صافت شي لتنطلب مثلا طلبت شي هاجم نعم وطلب مشروع جدا لأنك أنت الآن من أصحاب الأعذار ربما عز وجل في كتاب العزيز سمهم الأصحاب الأعذار الشرعية ليس على الأعمى حرجون ولا على المريض حرجون شكرا ولا على الأعراج حرجون أنت عندك الإعاقة ليس عليك حرج أنت فعلا من الذين ينبغي أن يخصص لهم نصيب من العيش من بيت مال المسلمين باش تعيش بكرمة حتى لا تمد يدها إلى الآخرين لا إله إلا الله للا صباح أسأل الله تعالى أن يفتح لك باب التسير ويفتح لك باب الفرج أنا أصيك أختي بأن تواضب على طرق الباب باب ملك الملوك سبحانه وتعالى وكني متأكدة بأن الله عز وجل سوف يسخر لك أهل الخير وأهل الفضل حتى يسوي لك أمورك وغد جدت البنيدك بإذن الله تعالى في القريب العاجل آمين يا ربي يا كريم وكنقوا السادة المستمعين نتوقف مع فاصل قصير جدا ثم نعود إليكم فابقوا معنا ما زلنا معكم مستمعي الأفاضل نواصل هذا اللقاء المباشر وغن تحولوا من مكناس إلى أقدير مع أختنا رقية السلام عليكم الدكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمك الله للرقية الله يخليك لنا الله يحفظك لله لا يخليك بغيت منك بعض الدعاء يا ربي يا كريم لا يفتح عليها بشي جرس غالح يا ربي يا ربي وبغيت أنثب لك نعم على وحد السيد كانت تقدم لي وماكملش الله شي حوية جابهم لي عشو ندير ما شاء الله واختروا قيا هاد الحويج سوول فيهم لا ما سوول فيهم لا هاد الحويج هادو حويج بفات بسات نعم ما سيسي حويج طبعا وش كل لي ما رجعش شكل لي طلب فسخ الخطوبة وش هوو أنا أنا ما شاء الله ما شاء الله واذاك هاد الأموال أو الأمسعة غالحويج غالحويج ما شي أموال لا مدام أنك هاد سيد لمطلبهمش وحد المدة زمانية معقولة حسب العرف والعادة ما طلبش روود الناس ود الناس زماما قلبه كبير قال الله يسامح ما فيها بس هادو كل الحويج غد تاخذيهم انت يا مدام أن ما طلبهمش هو أكيد أنه ود الناس لأن الإنسان اللي كان بغي الأشياء دياله أو ربما أنه بقي عنده أمل عنده أمل بأنك ربما ترجع المياه المجاريها الفقهاء يقول لنا بأن الهدايا اللي جابهم الخاطب للمخطوبة يقولوا إلا كانوا مسائل عينية بحل مثلا ملابيس بحل مثلا عطر بحل ذهب وكان ممكن يبقى مستمر واحد لمدة زمانية طويلة نردوهم ولكن إلا كانت أطعيمة وأشريبة وغير قابل الإدخار هذيك مشات صافية تستهلك نعم وكي يقولوا لأفقها كان فرقوا ما بين الفسخ دي الخطوبة وجم عند الخاطب وللمخطوبة إلا جمنا عند الخاطب تحاجم ما ترجع له حتوجه بهم والمؤمن لا يرجع في هديته لكن من الخطيبة اللي هي اللي ما بغت شي هي اللي من نجت الفسخ فمدام هو مطلبهم شي إلا طلبهم عدنا نعطيهم له أو ممكن نسوله انتصلوا به هاتفيا أفلان المسائد يالك وش بغيتيهم غالبا غايكونوا وود الناس قلبه كبير غايقوا لك الله يسامح ما بين الخيار حساب الله يبارك ونربما أنه باقي طامع للأرقية أن نترجع المياه لمجاريها على كل حال الخطوبة هي لست زواجا هي فقط وعد بالزواج وش حال من البنز كنت تخطب المرة اللولة والتانية والتالتة والرابعة عاد ربي على الزواجا لك يجيب ليها النصيب لأن الخطوبة أكيد أن كل بنت هي مطلوبة وتخطب والشارع الحكيم سماها وعد بالزواج علش باش ديك اللحظة كنت تقلوا مع الناس اللي غنت ناسبوا معهم كنت تكلموا معهم كنت تحاوروا معهم كنت ناكلوا معهم نجالسوهم وكنت شوفوا واشنا غنقدروا نساجموا معهم أم لا أحيانا كنت تكون طبع مختلفة وأحيانا كيكون منطقة تفكير مختلفة وأحيانا كتكون الأوضاع متباعدة وإلا يتم هذا الزواج غيت تعدبوا بجوجهم وإلا أنجبوا أولاد غنوصلوا المشاكل قد تفضي بين الطلاق اللهم بقي مازال في أول طريق تفسق الخطوبة وتنتظر ذلك الإنسان اللي هو مكتب لها لهذا الإنسان يحاول ما أمكن أنه يستخير الله قبل ما يمشي الخطوبة سواء الرجول قبل ما يدق الدار دي للبنت وجي رسمي الخطوبة نقول له يا أخي اختالي بنفسك ثلاث أيام بقد استخر الله تعالى في الليلة الأولى والليلة التانية والليلة التالتة أكيد قد لقى الجواب من عند الرحمن إما في عبارة عن رؤى منامية وإما عن راحة نفسية إذا لقيت الجواب بالإيجاب تقدم ولا تخف ولكن إذا لقيت الجواب بالسلب تراجع قد ترى رؤى منامية مخيفة هلاع فزع قد ينقابد قلبك في اليقضة وما تقدر تمشي تراجع كذلك البنت قبل ما تقول لإنسان أجل دارب أجيب عائلتك تخطبني لابد أنها تختلي بنفسها مع الله ثلاث أيام ثلاث ليالي كل ليلة تقوم وتدل الاستخارة وتستخر الله تعالى وبعد ثلاث أيام غتباليها لعلامة أنا داك غتكون داك الخطوبة إلا كانت للصالح غتكون باركا مسعودة مهيسرة وكل شيء يفضي إلى الزواج وإلى الحياة المستمرة الدائمة إلا قدر الله كان هناك المشاكل الله تعالى كي بيلك لعلامة وبلم يجعدكم للدار بلم يتعبكم ولا يتعب نفسه وكتبقى الأمور عادية على كل حل أختي رقية أسأل الله تعالى أن يفتح إليك عليك بزوج صالح مصلح في القريب العاجل دائما طبالله تعالى يختار لك هو من عنده سبحانه وتعالى لأن الله تعالى هو علام الغيوب قل يا ربي اختر لي من عندك عريسا طيبا مباركا مرضيا مهديا وربي عز وجل لن يخيبك الله تعالى يقول لنا أدعوني أستجب لكم أسأل الله لأختي رقية أن يفتح عليك بزوج صالح مبارك في القريب العاجل أسأل الله أن يعطيك القبول ويرفع عنك المانع ويفتح عليك فتحا مبينة آمين يا ربي كريم ستحولوا من أقدير إلى الخميسة مع أخينا سيحمد ألو السلام عليكم سيحمد السلام عليكم مرحبا الخويا وللي الحمد أعزك الله خويا أنا معاق الله أكبر ثلاثة المعواقل في الدار الله 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 ثلاثة طلبات العملات الوزارة الداخلية بزاف الطلبات ما كيجعبونيش لا إله إلا الله آه ما كيجعبونيش كامال نذج ميال أواله والسيحمد شكو لكي كسب لكم طلب آه كتيب العمومي كتيب عمومي آه وملي كتسفت طلب كتسفت ميلي يفطي بي صور فوتوغرافية المنفقات صورة كبيرة أي وش هادة طلبية أي وكتسفت يلا كارت ما شاء الله وش هادة ببس يفطي هالطلبات العملات تقريبا شي أربعة سنين هادي ليلة هيل الله ومليش ربعة سنين طلبت عملات شي كيين ربعات طلبات عملات كيين مشي عندهم تقول لي هالطلب ديالك سيير ولكني ما ما كين ده واني ما شاء الله وش نوالطالبك تطلب سيارة أجراء رقصة استغلال سيارة أجراء قريمة أجراء وش مجراء وش كيوسك في زاوية ديالشي منطقة ولا ش رصيف ديال ناجد 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 ل يقسم الله تعالى أي حاجة من الأملاك العمومية أجراء أجراء دمهم قرب والد عيان وليد عيان كنعيشو ما ما يشاغ قليلا معدبين أخويا أحمد ياك أنا معدبين لزال لا إله إلا الله أنا أخويا مشيت عن شي معاقين شائلات وزارتهم بغي نشوف بعيني وشت واحد الآلام عظيم كلقى عندهم مربعات المعاقين غير باش يهزوهم من من دروج ويحطوا فقصداري واحد لمعاناة شديدة غير باش يدخلوهم المرحض أنه باش يغسل ويبدو لي يكوش معاناة شديدة غير باش توفر لي لقمة العيش معاناة شديدة غير باش تسكتو في الليل كلي كيغوت وكلي كيتعذب ما شاء الله الحمد لله هدي أعظم كلمة الحمد لله السيحمد سيحمد ربما يقدروا شي مسؤولين في هاد البلد الأمين من أصحاب القلوب طيبة المباركة في الاستماع ممكن تبلغ صوتك أش تقول لهم لا يجب الله مع حبي لا يجب محبي لا يجب يجب من مرك وخ أخ سيحمد وخ سيحمد نعود نوز الستندار وهد المشكل احنا كأرقنا كتير كتير بزاف خاص فعلا هناك التمثيل الحل لكن أي فئة ربما الدولة المواطنة مع النظام المؤسسات والدستور أي جهة من الجهات مستضعفة في الأرض وأرادت أن تأخذ حقوقها طبعا الأسلوب الإحساني والأسلوب العطاء والرحمة والصدقة قد لا يجدي دائما خاصنا أسلوب نسعو أسلوب قانوني خاص هذه الفئة المستضعفة في الأرض خاصة تمتيلية حقيقية في البرلمان خاصة لا بدت تكون تمتيلية مجموعة المعاقين احتهم يقلسوا في القبة البرلمان احتهم يطالبوا بالحقوق احتهم يمثلوا هذه الناس لهم معاقين وصوتهم يبلغ باش دائما تسن لهم حقوق وتطالهم إمكانات وإن شاء الله تعالى وعد إلى بغا ربيه سبحانه وتعالى لانتخابات المقبلة تكون المكتير على الحقوق المشروعة للمستضعفين في الأرض ولا بد تكون تمتيلية داخل قبة البرلمان باش تكون العدالة الاجتماعية مع الجميع وإن شاء الله تعالى إلى ذلك الحين باش قد استضفنا بعض المعاقين باش يعبروا بالصوت لهم باش تكون لهم تمتيلية حقيقية باش تكون من ياخد حقوقهم ليس من باب الصدقات وما ذلك على الله بعزيز وكان قل أي وحد فينا الآن هو سليم قد يكون ابني أو ابنك في إعاقة كيف شغي يقول الحال دي نا جميعا المفروض أننا نتعاون لصالح هذه الفئة وكان جد النداء دي المسؤولين في هذا البلد الأمين أنهم فعلا يقوموا بالتحريك بعض الطلبات الاستعطافية هيك تسمى طلبات استعطافية للحصول على مساعدات لفائدة هؤلاء المستضعفين في الأرض نحن نعرف بأن كل سنة كتوزع مجموعة رخص استغلال سيارة الأجرى تعطى لأناس متعددين منهم الفنانين منهم المبدعين منهم الرياضيين منهم ممن أنجزوا إنجازات مهمة داخل هذا البلد الأمين الله يزيدهم الله يبارك لهم ولكن علينا بالتالي لا ننسى هذه الفئة المهمشة الفقيرة حتى يمحتاج إلى المساعدة مكالش كريمة على الأقل كناك نسمع واحد الوقت كي يستفدوا لكيوسك أو كي يخضوا باركين أو واحد الرصيف ديل تركين السيارات أو غيرها من الأعطيات وبالتالي يعيشوا حياة كريمة طيبة مبقاش مدودهم ولكن ربي عز وجل على كل شيء قدير لعل الله تعالى يهيئ الآن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأرضية وحنا غنقوا نسمع بزاف ديل نداءات تعاؤلاء الناس المسضعفين في الأرض وأكيد هذا البلد الأمين فيه مسؤولين كورما وعظما وعندهم قلوب رحيمة وكيب غوية طيو وربما كثرت الانشغالات خلتهم يغفلوا شيئا ما عن هذه الفئة حنا نذكرهم وربنا عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وغنسمع جميعا الوحد الأنشود لغا تخلينا نعرف بأن فعلا أن الإنسان المستضعف لا يخاف ربنا عز وجل هو حاضر معنا في كل وقت وحين الله هو المضمن كون متيقن بأنك لست وحدك إذا تخلوا عليك الناس كلهم الله معك وإذا كان الله معك من يقدر أن يكون ضدك والله تعالى عنده خزائن السماوات والأرض وهو يتنزه في ملكه وينظر كيف نفعل أن نكون من أصحاب المبادرات الخيرة الإحسانية أم نكون من الغافلين نستمع ثم نعود إليكم فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المباشر الذي هو منكم وإليكم ونذكر مرة تانية بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل أرقامنا 05 22 46 72 50 51 52 ومعنا مكالمة من ورزازات مع للا فاطمة أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيك الله للا فاطمة ولله الحمد أسئلة سمعتك واحد ماركة تشكاله الصلاة زيارة تصبح ولكن ما فهم زيارة وممكن فسر لي يهلا يهلا هذكت مسالات التسابيح في اختلاف العلماء البعض قالوا ضعيفة والبعض قالوا لا يتابتة وصحيحة لأنها وردت من طرق متعددة وبالتالي كتما هذا تعضيذ للطرق ارتقت إلى درجة القبول صلى التسابيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن بها تقضى الحاجات وقال لنبي أن الإنسان خصو يصلها ولو مر في العمر فإن قالنا في الأول يصلها الإنسان ولو مر في اليوم فإن تعذر عليه ولو مر في الأسبوع فإن تعذر عليه ولو مر في الشهر هي فيها ربعة الركعات كي يقرأ الإنسان الفاتحة وكيقرأ معها صورة من السور ثم كيبقى يسبح ويكبر خمسة عشر مرة في كل ركعة وعند الركوع أيضا كي يعود يسبح لله خمسة عشر مرة أو تاني ثم كيرفع وفي السجود كيقرأ القرآن الكريم الإخلاص والمعاودتين هنا فين قال العلماء بأن القرآن الكريم منهي القراءة في السجود ومدام أن مختلف فيها أن الإنسان من الأفضل أنه كما قال بعض العلماء أن يصلي الصلاة المتفق عليها هي ركعتين عاديتين كان من باب أفضل أن الإنسان إذا بغي يتقرب إلى الله بطلب من الطلبات كي يصلي صلاة الحاجة كي يصلي ركعتين الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والركعة الثانية بالفاتحة وقل الله أحد وكي يسبح ثلاثا وكي يحمد الله ثلاثا عند الركوع والسجود ويكتير من الدعاء هذا متفقنا عليه هو ركعة نعم هو ركعة كي يسبح أنا كي يصلي كي يسبح كي يكتير من تسبيح في تسبيحات كثيرة في كل حركة خمستاشر مرة كنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمستاشر مرة كنعود في كل حركة في الركوع في السجود في الرفع من الركوع وكنقى دائما نعودها ولهذا بعض العلماء قالوا بأن كتعود تقرأ آخر سبعات المرة تقوله والله أحد في السجود هنا العلماء قالوا بأن منهي قراءة القرآن في السجود من هذا الباب قالوا بأنها ضعيفة والجمهور للعلماء قالوا من باب الأفضل أن الإنسان يصلي الصلاة المتفق عليها ركعتين عاديتين كتصليهم وفي السجود أدعو الله تعالى واطلب مطالبك وربنا عز وجل سميع مجيب فاطمة انقطع الخط للأسف على كل حال لن فاطمة زادك الله حرصا على الإيمان واليقين وأكثر من الدعاء في السجود في الركعات العادية أربي عز وجل يستجيب لك في القريب العاجل بإذنه تعالى غنتحولوا من ورزازات وغمشوا لإيمان تانوت مع أختنا مريم آلو السلام عليكم عليكم السلام اسمت الله حياك الله للا مريم كده دكتور لباك كل شي بخير للا حياك الله الله يباك فيكم على واجب للا الله إذا كان شكره بزاة أعزك الله شكرا جزيلا يا دكتور بنسول لك واحد الجامعة نام بني في حدى الروضة كان دوزو كده وقيد صلي في الجامعة إياه وقيد خلص لي ولك هذيك الروضة قديمة و هذيك اسمتهم القبرة كانوا حيدو إياه وقيد منهم نتش وبين الجامعة وبين الروضة كانش حيط مبني والروضة قديمة فتة لاربعين عام بحالك لأنه يجوز الروضة دستعلى أكثر من رمعين سنة كيكون صفي العظام أصبحت رفاتا ولا التراب لأن لابد دخل نحترم الروضة هي المقبرة كتسمى الروضة من باب الاحترام والتقدير الروضة هي الجنة الغنى رياض رياض نجمع الروضة ونحترموها ونقدسوها لكن إذا مر علي أكثر من ربعين سنة كتصبح طريقة عادية ممكن ربما الناس يستغلوها لأغراض خاصة فالأحياء هما أولى من الأموت والجامعة غير نصلوا فيه الصلاة جائزة بشرط تكون بين مكان الصلاة وبين الروضة واحد حائل إما جدار وإما شيء معين يحول بيننا حتى لا نصل إلى القبور الصلاة تكونوا لله تعالى واحد سؤال عفة دكتور نعم أنا مريم لك السوفان ما توصل شاي ما توصل شاي لكن تع السوفان ولكن الوالد مقلق كان بعض الوالدين عندهم الأعصاب عندهم السكر طالع عندهم وكي بدأ غير يخرج الفم ومقال هذاك ما ندوش عليه غالي نتعاملوا معه بالحسنة ندير ما سمعت والو نحضر راسي نقول لي وخا إيه وخا وخليه حتى يرتاح غير ما نعارضوش حتى ملك نعارضو ونجاوب معه ونجادل معه كي يزيدوا ويت عصب خليه يفش قلبه ويرتاح الحمد لله مني قتلك دعي لي معهم واحد خوية اليوم وقال لي صافي اليوم واختيني يا يدي لما بقش نكمياتك شي واسميته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ومريم أنت يا صغيرة وربج عليك كاملة العقل وقوية الإيمان وصل الأسرة أنت إن شاء الله مباركة مسعودة بيك أنت يا العائلة ديالكم إن شاء الله غد رجع الإزدهار ديالها والواليد غد يرجع إن شاء الله تعالى الصالح دياله أخوتك غد يقلوا عن تدخين وهي بعده من المخدرات وغد تكون شي الوجود ديالك أنت وستمنهم أنت بحل شي شي رحمة الله وستمنهم أجمعين الحمد لله خلال داري البصر ولكن الحمد لله كانت عيش ويا كان خراج كان دخول كان في عيب وصابتها كانمشي لو خاخ للي يشتق الحمد لله ومالك الحمد لا إله إلا الله مريم إش حال دب العمر ديالك 25 سنة دقاء وكيفش فقتي البصر ديالك بازدهاك ازدهاك قريبا لا إله إلا الله وتعلمت يا مريم بشت المدرسة بشت القريتي شوية ولا ولو لا أخي ما قريتي من النهار تخلقتي من كل شمك ما قريتي شاي لا إله إلا الله وكيفش كتتعلمي كتتعلمي واش كتستأنسي بالراديو بالتلفزيون الحمد لله غياد الراديو ما كنت شقا عارفها تباسك غي من صهر 12 ما كنت شقا سمي 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 وما ما عارفها وغير بزيب لا إله إلا الله الحمد لله دب صور صور ديالقرآن حفظهم كلهم بشت نصلي والله مالك الحمد مريم في إمن تانوت عندكم شين ودي ميسوية عندكم شين جمعيات ما شون عندهم تعلموا لا حياة عربية ما كنت حاجة وغير طبيعة والبهيمات والزريعة وصافي صافي ببطيت بعد كل غلي ما تديرت نعيزة هكا تتبعون والسلاحة كي تلح الحمد لله والله 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 الحمد وهو كيتخلص ديك 12 الفريال وما تحكي شهر هذك عايشي نبير الحمد والله 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 وكتكفيكم 12 الفريال في شهر الحمد لله ما ذو كل بهم ما ترى قلن بيعوا منهم قلن عيشوا منهم الحمد لله مريم كيفاش كتقدر يومي ديالك في الصباح ما شكت فيقي في الصباح ما شكت فيقي في الصباح يا أملكة فيقي أش كتديري في النهار لا إله إلا الله حتى بعد البنيات في الصين ديالك كيمشوا للمدرسة كيمشوا الجامعة ربما تخرجوا كيمشوا يخدموا كيمشوا للتسوق ربما أنت كيبقى عندك وهذا العالم محدود جدا وهي الحمد لله ديالله كل واحد كيدي يلي الله سبحانه وتعالى كل واحد تفشح القوة وثنين ويجير في الدنيا وانت راضي على الوضع يا مريم الحمد لله راضي على الحمد لله وملك الحمد مهم أن نفسيتك مرتاحة الحمد لله الله نفسيتك مرتاحة بمزيان والله وشكرا الله تعالى ومريم إن شاء الله عندك أمنيات ودري ولدات مرتاحة للمد لله يا ربي الله يكتب لك مكاتب الخير يا ربي يا ربي يا كريم باتك مريم وحد توجي إنه واحد الرسالة حتكن شي بنيات في السن ديالك تم بعد 25 سنة وكتلقاهم مع ماماهم وباباهم عايشين في واحد الفيلا وعند السمع وعند البصار وقرأت خط الماستر وخط ديبلوم عالي سيف طول كندا ولا سيف طول جامعة من جامعة العليا وبابا هذا لها سيارة جديدة وماما هذا تلاوح بورتابل آخر موديل وعطيها أخوها ولخالها عطيها البطاقة البنكيات جبل كيف بغات ومع دلي كم قلقا ومتوترا وعند الأعصاب وخطت في عطبي بنفساني أش تقول لها مريم وات تقول الحمد لله بني عملي عطاه الله عطاه البصار عطاه صحة عطاه قرات ووصلت في بغات وباقي طيرالات آآ كل واحد أخطط لب الله إيه شو الحمد لله وتشكروا على اللي عطاء الله البصار عطاء القرية شوف قراتك قال الحمد لله ذكرها الله يعتاد هذه النعمة ربي عطينا نعم كتير وما كان شوفوهاش آآ وحنا الحمد لله كما كان الحل وخام كان شوف الحمد لله اللهم مالك الحل الحمد لله كتشوفه بالبصيرة الحمد لله مريم الله يكتر من أمتالك وليس هلعلك وأسأل الله تعالى أن يفتح لك باب التيسير وباب الفرج أسأل الله تعالى أن يرزقك من حيث لا تحتسبهم وأسأل الله تعالى أن يجعل والدك رجلا فاضلا طيبا ويجعل قلب دياله سليم ولسانه رطبا بذكر الله والإخوة ديالك لم مبترين بالمخدرات أسأل الله تعالى أن يحبب إليهم الإيمام وليزينه في قلوبهم وأسأل الله تعالى الوجود ديالك يا مريم أينما حللتي وارتحلتي يكون رحمة من رحمة الله كي ينبعض المخلوقات كي يتسموا رحمة الله معهم أينما حلوا وارتحلوا كتكون معهم الرحمة ديالك يا مولانا سبحانه وتعالى أسأل ربي جل و لا أن تكوني مثلهم يا رحمة يا رحيم الله يرفع المقام ديالك ويساعدك ويكتب لك مكاتب الخير آمين يا ربي يا كريم غنتحولوا من إيمين تانوت وغمشوا الزاقورة مع أخينا السمبارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله السمبارك ولي الله الحمد خويا شكر الله لكم نحمده تعالى ونشكره الله يرفع المقام ديالك مبارك يا ربي يا كريم أحافظك الله يكمل لكم الرجاء اللهم أمين يا رب الحمد لله بغدك دكتور لا زازك بيخير تدعيم على تدعيم على الله زازك بيخير عندي واحد لولد ما كيسمع ما كيهضرش كيسمعه ما كيهضرش الله أكبر دبع عن دعامين الله أكبر وسيمبارك وش تزاد هكذا لا ما تزادش هكذا را تزاد ولكن مني تزاد قعمها ما كيهضرش دبع عن دعامين ما شاء الله إياه دازعلوا واحد المرضو واحد الناري ما كنواش هو وش هو اللي خلا فيها داك شي واحد اللي لكن ما بغاش تأتمو كيخاف منها الله أكبر دبع مو قاع كيخاف منها كتشدو كيبغي ترتقب لغوات في صدرها كيبغوط بزاف كيبغوط كيغوط تيغوط تا الاسم ديالو تا اسميتو فيها جتمنو الكشكوشا لا إلها إلا الله مو ما عقل عليها وانا كنشدو عندي ما عقل عليها ولو غير كيغوط الله أكبر بديتو عندو واحد تقيها دار لور رقية وسكت وجبناه صافي راه سكترات دار ري عادي ولكن دباله راه كيسمع كنصيفتو يجيب لي ليلة ما ولا نصيفتو لشي حاجة كيمشي لها ولا كيسمع ده بغل أدن في الراديو كيقول لك راه الصلاة ولكن باشي يهدر مسكين ما لا إلا هيل الله لا إلا هيل الله أخي يسم بارك بكيتو بيع الطبيب لا ما مشي ما زال ما مشيناش راه ما زال زال ما كانت في النور ربما ما زال ما مشيناش مزيلا نستشره الطبيب ربما كيشوف الحالة الصحية دياله والتحليل راه كنشوفه كيبغي كنشوفه كنشوف لكن مبداله كيبغي يهدر راه لنسان كيت بحاليلة كيتلواله وما كما ما يقدرش يطلع هيلة هيلة الله الله يشافه ويعافيه يا رب آمين وربما سيد سيدين بارك واحد نصيحة إلا قدر ندعو عن الطبيب باش يعرفو باش نتأكدو إلا كان شي مشكل من الآن ربما يعطي الأدوية حاجة الطيب ورحمة الله فوق الأرض نعم اللي جزيك لي خير يا ربي يا كريم ولا ولا بغيت إن شاء الله خفتي بأنه ما كيسمع شي مزيان كين حتكين واحد المرض كيصيب لأطفال الصغر كتسمى أم الصبيان أم الصبيان من العالمة ديالو الوليد كيتصاب بالفزع وكيبدي يبكي بالليل بكاء شديدا كيسمو هادو الخبراء في المجال الروحي كيسموه أم الصبيان واحد الروح خبيطة كتقادي الأطفال الصغر ومالبعدة ربما دي تعد الفقية يقرأ ليش يباركة دي القرآن الكريم الحمد لله يمشدك الروح الخبيطة ولكن باقي الآثار ديال السمع وديال النطق بش يكون مزيان يمشوا عن طبيب في انتظار ذلك خوي السيمبارك ممكن أنك دير واحد الإجراء بسيط جدا هو أن الوليد ديالك بش تأكد بأن الحمد لله ربي مشاه فيه ومعاه فيه واحد الآية قرآنية كيقول العلماء لقرأينا على الإنسان اللي عنده الصمام في الأول ديالو أربع الزوجك يعجر لي بشفاء وهي قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا 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 من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا المقطع كان فيه أواخر سورة الحشر هذه الآية الكريمة كيقول بأن الإنسان اللي عنده صمام في الأذن ديالو كان قرأوا لي هذه الآية بزافت المرات حتى بزز منك يعني يسمع بأمر الله تعالى قال إن الله تعالى لو أنه كان جبل جبل عبارة عن صخر صلد لا يسمع لا ما عنده ولا شعور ولا أحاسيس ولكن إذا بقي القرآن يتلى عليه هذا الجبل غد يحس وغد يسمع وغد يخضع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون حتى الإنسان اللي عنده الصمام أسمع كلام الله تعالى في الأذن ديالو أكيد أن الطبلة للأذن سوف تتفاعل مع كلام الله وسوف يرجع الصدى وبالتالي يقع الاسشفاء بأمر الله جل علا موسيقى خيان بارك أسأل الله تعالى أن يشافي فلتك بدك اللهم شافه وعافه اللهم طبه في الغيب اللهم ارزق قوة السمع وقوة البصر وقوة الكلام اللهم احفظه من أمي الصميان واحفظه من الأفات وقر به عيني والديه آمين 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 يا ربي كريم موسيقى غنت حول من زك وراء إلى مكناس مع للا فاطم الزهرة موسيقى 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 لا ما عمرش حد ماذا وربما مع نفسك كتسائلي علش هذه الوضعية وقتية فيها واش كتحسي بأنه عندك شي مانع من الموانيع ما عارس ما عارس مناش ولكن هذا هو الجواب السليم الله تعالى هو يقسم الأرزاق بين العباد ربما يقدر ربي مخبيلك شي رزاق كبير 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 بزاف بقى هذه المدة كلهم آخر وربما عندك شي مانع من الموانيع وطبعا الدعاء بجوف الليل تنصلي تندعي ما كل شي تندرو وربي سبحانه وتعالى أحسنتي أحسنتي الخير فيما اختاره الله تعالى لقلك لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خير ربي دعالوا لا إيمان إلا في الخير يا ربي سهل فيه ولما فيش الخير يا ربي بعده لا إله إلا الله وده هو الدعاء للصالحين دبنتي الآن رأى عندك مقام عظيم عند الله تعالى ربي عز وجل لك يقول لجبرايل فلان ابتلي حتى يدعوني فيبتله جبريل فيبدأ الإنسان في الدعاء فلما يكثر من الدعاء يقول يا ربي فلنا قد دعتك أستجيب لها يقول لله تعالى لا تستجيب لها يا فران يا جبريل فإني أحب أن أسمع دعاءها ما زال ربيك يحب سمع الدعاء ديالك وإن شاء الله تعالى بالدعاء ديالصالحين والتأمين ديالهم أجمعين أكيد أن الله تعالى يعجل لك بالفرج بارك الله فيك يا رب ونقول السادة المستمعين الله يجازيكم بأفي خير هذه يختكم فاطمة الزهراء اللي سيدة مؤمنة قلب عمر بالإيمان وراضية بمقسم الرحمن ونطلب الله تعالى يا كريم يا كريم يا كريم يا وهاب يا وهاب يا وهاب اللهم عجل لأختنا فاطمة الزهراء بالزوج الصالح اللهم يا ربي يا كريم إلى عند الشمانع من الموانع اللهم ارفعه اللهم ارفع عندها الموانع اللهم ارزقها القبول اللهم افتح لها باب التسير اللهم اختر لها من عندك زوجا صالحا طيبا مباركا مرضيا مهدية اللهم اجعلوا في العاجل القريب اللهم اجعلوا في العاجل القريب اللهم يا ربي يا كريم عجل لها بالفرج أينما تكونوا ياتي بكم الله أينما تكونوا ياتي بكم الله أينما تكون ياتي بكم الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب أسأل الله تعالى بفضل هذه الآيات البينات من كتابه العزيز أن يبطل عنك كل مانع اللهم ارفع عنها كل مانع اللهم أبطل كل سحر أو مانع اللهم رزقها القبول يا رحمن يا رحيم والأخدي لك أسأل الله تعالى أن يشافيها من جميع الأمراض والأسقام اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبكي ألماء قلوا معي جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم حفظك الله للفطم الزهراء أسأل الله تعالى أن يسمعك أخبار صار 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 في القريب العاجل فقط استعيني على ذلك بذكر الله استعيني على قولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنها تبطل جميع الموانع ورب عز وجل يجعل العبدك يقول لا إله إلا الله مقامه يرتفع عند الرحمن لأسهم ديالك لأسهم ديالك عند الله ترتفع كلما قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأكتري من الاستغفار لأنه يمحو جميع الموانع كلها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من لازم الاستغفار جعل الله له من كلها من فرجة ومن كل دق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب وأكتري من الصلاة على مولانا رسول الله فإنه مفتاح للفرج السعد يجي قلب عليك الخير هو يضق الباب ديالك التقاس في المقام ديالك والخير يقلب عليك بالله الذي لا إله إلا هو دائما قولي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإن شاء الله تعالى في القريب العاجل حياتك كلها تغير إلى وضبط على هذا الذكر لمدة أربعين يوما بعد أربعين يوم الحياتك تغير إن شاء الله تكون سعادة وفرح وإيمان وبركة ونور وتيسير واقتراب من الرحمن اللهم عجل لها ولكل المؤمنين والمؤمنات بالفرج القريب قلوا معي جميعا أمين آمين يا ربي يا كريم هل نخضو مكالمة من وجدة مع للا حنن السلام عليكم عليكم السلام مرحبا حنن بارك الله شكرا دكتور ولله الحمد جزاك الله خيرا وأنتم من أهلي الجزاء طيبني لك أقصف بالجنة يا ربي يا ربي إن وإياكم وجميع المسلمين أمي طيب بغيتك تدعي معي بالزوص صالح واتمنى من كل المستمعين يقولوا آمين يا ربي يا كريم يا رحمن ويا رحم كالدقبية شوية قلبي كالدقبية بالزعف لا إله إلا الله قلت هالصد لا إله إلا الله ما عيش شوية الضلم شو كلك الضلمك اغتحانا يعني الناس أي واحد يعني يعني ما كيقولها شوية زويله لا حوله كي نقص عليك الدنوب كي نقص عليك الدنوب والخطايا بلدف أي حاجة كي ديروني أنا فقراك ليلة هيل الله بهم يا دكتور نتمنى من جميع المستمعين يقولوا آمين بالزوص صالح في أقرب وقت يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا ودود يا كريم اللهم يا فتح يا عنيم يا رزاق يا حنان يا وهاب اللهم هذه أمتك حنان اللهم يا ربي يا كريم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت بي أعطيت اللهم فرج همها اللهم فرج همها اللهم نفس كربها اللهم نفس كربها اللهم اختر لها من عندك الزوج الصالح اللهم اختر لها من عندك الزوج الصالح وارزقها منه الذرية الطيبة ذكورا وإنتا وارزقها يا رب العائلة الطيبة المباركة اللهم اختر لها من عندك يا رحيم اللهم حبب فيها خلقك اللهم حبب فيها خلقك اللهم يا رب عجلها بالفرج بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا حنان يا منان يا عظيم الشان يا مغيث أغثها اللهم إن ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسن كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عجل لها بالفرج اللهم عجل لها بالفرج اللهم ارحم تدرعها بين يديك اللهم عجل لها بالفرج بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب يا كريم قلوا معي جميعا آمين 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 يا رب يا كريم أمي الدكتورة ده بغيت واحد سؤال جولك يا مرحبا أول حاجة نبدأ بالاستخارة إلا الاستخارة طلعت سليمة فالفقر مش يعيب ربي عز وجل قال لنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله شحاملوا واحد فقير مجرد كيلتاقي مع النصيب دياله يفتح الله له باب الرزق الحلال فالإنسان من يخذ القرض حتى يستنى جميع الوسائل الممكنة كلها يطرق الأبواب جميع أي باب الأبواب ديال العمال باب ديال الرزق الحلال فإذا ديال جميع الأسباب كلها ومن قد تشباب وكان مضطر أنا داك حنا عدنا في الشريعة الإسلامية عدنا حكم الضرورة والإضطرار لما الإنسان يبدل مجهودات كبيرة وكلق الأبواب مغلقة كيكون في حكم المضطر وربنا عز وجل قال في كتابه العزيز فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إتم عليه يعني الإتم على الخطأ مرفوع بأمر الله من اضطر غير باغ ولا عاد بغير باغ ولا عدوان ما يفعل هذا الأمر تحديا لأمر الله ما يفعل هذا الأمر أنه يتساهل بأحكام الله وإنما فعله لأنه مضطر ترق الأبواب كلها والقدر الصعبة أنا ذاك إلى خاد قرد أنا ذاك ربي عز وجل قال لنا فلا إثم عليه وأسأل الله تعالى قبل ما نخذ القرد أختلي بربي ونبقى نذكر الله تعالى يا وهاب يا رزاق أرزقني ونقرى صورة الواقعة بالليل واحد الأيام معدودات كل ليلة نقرى صورة الواقعة ربي عز وجل قادر بأن يرزقني بلا قرود كني الناس لعمرهم ما خذوا القرد في حياتهم وعيشين وضعية طيبة مباركة علاش عندهم النية الصادقة بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نبدل واحد المجهود أولي في مناجاتي ربي نبدل الأسباب المعينة وأكيد ربي لن يتخلى علي أما إذا قدر أنني ملقيتش الرزق ومشيت للقرد فغنكون مضطر فلا إثمع عليك الله يفرج علينا وعليك وعلى جميع المسلمين آمين يا ربي يا كريم نتحول من وجدة إلى الرماني مع للا فاطمة أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا ومرحبا الحمد لله مش دي الخطأ دا سورة الليلة حيك الله تي فاطمة نتعلمش دكتور دكش الليل اللي كان حسبيه حق الله لا إلها إلا الله أنا أنت أطرد السافة دكتور لا إلها إلا الله نحن الدكتور نحن نربعك خواست وجوتي للتراري إيه؟ أخذيانا الكبير عنده خمسين سانة نعم نسكي القذة بحتيت وفتيت وستدالي مكادرش مالواني جا موانو أهلا شال الله أهلا شو موش كبير وشنا مبقى تيبغي يخدم ما تشيح هذا ما تزوش لا؟ لا ممزوش لا إلها إلا الله حالة نفسية كثيرة عنده وقلة أخيكو العيد وخيكو نادم وكيجلنا معنا موانو وديم تبليعي ما تشيبيته لا إلها إلا الله عادنا العقو يعني إحنا هي ربعات البنات وموجود تراري مثلا ما جابش الله يعني مكدنا أزواج لاخذ مالوان لا إلها إلا الله لا إلها إلا الله أنا الصغيرة في يوم عندي ساعة وعشرين سانة كنت لبات علي فحتي وكل شي وشبا يا وليش مخلوقة وقتل بكي ودعا ساحتي غدا ساحتي غدا وكتفح لا إلها إلا الله آه دكتور يا ربي تشافيك وتعافيك يا رب آمين دكتور كنت داي معنا دكتور آفك داي معنا يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم نتأثرين لا إلها إلا الله الله يفرج عليكم اختفاطي هاد الحالة هاد الحالة كتصير بزرد الشباب كتصير بحالة اكتئاب كي عود نضارب مع نفسه ما راضيش على الوضع ما بغش يتكلم يا أصلا كي سدى ليه وكيدفع ليه الضوء وكي خاطع المكلمة مع العائلة كلها العدو دي له هي الأم دي ما شاء الله ربما هو مش هي العدو دي له عندما في الأصل هو ده بالآن غير راضي على نفسه وعلى وجوده في هاد الوجود وكي يقول هذيك الأم هي اللي ولدتني كن ما ولدتني كراني الآن لا أعدب هو الآن يجديد نفسه بنفسه كي أعدب نفسه بنفسه وكتبه الأم هي التي أنجبته فكي عاديها هو مرفوعا عن القلم هذه حالة اكتئاب حالة مرض شديد نسأل الله تعالى أن يشافه ويعافه يا ربي يا كريم لا إله إلا الله يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم نسأل الله تعالى الحنان والمنان فتاحوا العليم أن يعجل لكم جميعا بالفرج اللهم يا ربي يا كريم هذه العائلة طيبة اللهم إنها تعاني المعاناة الشديدة اللهم فرج عنها الهموم اللهم فرج عنها العموم اللهم يا ربي يا كريم اجعل هذه الأيام المباركة من جمادة ثانية اللي فيها الخير وفيها البركة والتيسية اللهم اجعلها تكون أكون فاتحة خيرين عليهم أجمعين برحمتك وجودك وكرمك يا ربي يا كريم للا فاطمة هنقول لك اختي حول ما امكن البيت ديالكم يقرأ فيه القرآن اما نقرأه بالصوت ديالنا واما يكون شهرية سمعي في كلام الله تعالى ومرة مرة ننوع نجيب المديح النبوي الشريف في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتوما كهائلة ابقوا تصليوا على النبي بزافت المرات واتمنوا اش كتمنوا على الله تعالى وانتوما كتصليوا على النبي طلبوا من الله تعالى اش كتمنوا اكيد ان شاء الله ويقين بان الله تعالى لن يخيبكم ان شاء الله اللمحة للحزن قد تخرج من الدار لانك بعض العائلات قد تصيبهم واحد الموجة ديال الاحزان قد تلقى الدار فيها واحد الحزن شديد موجة من الحزن العائلة حزينة والاب والام حزين وكيوصل لأحد افراد الاسرة بالاكتئاب الشديد كيغلق عليه الباب ويسد عليها النوافد ويتفأ الضب وكيبقى بلا استحمام بلا حسانة حتى كيعد للشكل دياله مخيف جو من الحزن العميق واستلعى الى كلها هنا اسباب ربما عند الطباء نفسيين خصى متابعة طويلة وخصى علاج مكلف ولكن واحد العلاج بسيط هو ان يقرأ القرآن في البيت ونستمع الى الامدح النبوية في الصلاة على خيري البرية صلى الله عليه وسلم ندروا الطيب الريحة طيبة في البيت نفتحوا الناوافد نخلوا الشمس ندخل ولها الى اللي هما في وضعية سليمة يبقوا الافراد ديالها يصليوا على النبي مرات ومرات ومرات ان شاء الله تعالى ذاك الحزن غد يدبل اشنا هو الحزن كيتحول الى غمامة غمامة سوداء كتدخل القلوب وكتحيط بالاجساد وكتغمر البيت لكن إذا بقينا كنقرأ القرآن الكريم وبقينا كنسمع المديح النبوي الشريف في خيري البرية صلى الله عليه وسلم وبقينا كنصليه على النبي كتبرز واحد طاقة نورانية كتعود بحلقه وسقزح بالألوان المختلفة المشكلة وكتعود تغمر البيت بصورة من الفرح والسرور والابتهاج أسأل الله تعالى أختي فاطمة أن يفرج همكم وينفس كربكم ويسعد بيتكم اللهم اجعل ذلك البيت آمنا مطمئنا كمقام إبراهيم من دخله كان آمنا اللهم يا رب عجل لهم بالفرج اللهم امسح الأحزان والهموم من صدورهم اللهم املأ قلوبهم بالأفرح والمسرات اللهم اجلب لهم مجالب الخير اللهم البنات أرزقهن أزواجا صالحين والأولاد أرزقهن زوجة صالحات والعائلة أرزقها مودة ورحمة اللهم اغنهم بفضلك عمن سواك آمين يا ربي يا كريم ونتحول من الرماني إلى فاس مع الحجة بدرة آلو السلام عليكم آلو عليكم السلام عليكم أستاذ طيب أهل الحجة أهل أهل وسهلا أعقلت عليك الحجة حياك الله لله حافظك الله ورعك الله أخي تنشكره وتنشكره التقن التقني والمشرفين عليه والحمد لله نورتونا بوجودكم أكرمك الله لله الله يخليك يا دكتور أنا اللي اهضرت معك وقتلك لدي واحد اللي بنيتها في الخارج وجيارها مريضة ودعي لي معها يا ربي يا كريم ودعيتي لي معها وقلتي لي وهضرته وقلتي المستمعين فما يقولوا آمين إيها لله مشيت أخي تديتها نهار جمعا إن شاء الله تديتها للطبيب إيها كنت في الخارج وكنت حسنة واحد الحركة في لسان ديالها في التديي ديالها دعم مشيت تديتها للطبيب وقل ليها وأنا داخله وأنا ما نكذبش عليك رجلية لكي تلعي دولية بلحسنا منك الحاجة وقلت تغير فيهم عندها 25 عام ليلة يعني تلاثة لبنيتها توليد الله يخليهم لك عندك الطبيبة دكتور حتى ما نوصف لك الشراسي كيفاش كنت غنموتها نقبل منها الحمد لله بشرنا هو وقال لي ما عندها حتى شي حاجة الحمد لله شكر لله أطاني مشدت لها الوتوغرافي من لي مشدت لها الوتوغرافي عود كذلك وميتة نفس المشكيل الصخفة شدتني لعينة الجواب الحمد لله من أعطاني الجواب قال لي ما عندها شي حاجة عدت راجعت بيدني الحمد لله وصرحت ما نكذبش عليك وبالدعاء ديالك انت اللي دعيتي لي وطلبتي من المستمعين تغموا باش يقولوا آمين الحمد لله الحمد لله ربي أطلبت الله والله يعني جابت لعندنا الحمد لله الحمد لله دكتور الله يجازك بيخير ويكتر الله عزك الحاجة أراها الإيمان ديالكم الحاجة والنية الصادقة ديالكم والحسنة لك تقوموا بها والصبر ديالكم على المصائب هو اللي ربي عزوجك يعودكم خيرا وشافك وعافك والدعاء وتن دعي وسيلي مع ولداتنا الحمد لله الحمد لله وشرفنا عليهم من الصغار ديال مثل الكبار ديالهم ووقفنا معهم في قرائتهم يعني ربيناهم تربية حسن غير والدات دكتور اللي عندي لقيت لك غاياخد الفيزا ايها دا ارا دفاع هذيك الاتنين ودبرة ما زال احنا كان عايز يا رب الله يعجل لي بالفرج والبارح عو تاني صيف طولي شي وحدين عو تاني من الدولة قطر ايها رب كبير سبحانه الحمد لله انا نفس المشكل دياله السيدة هذي البنت اللي دبع عندها استوعشين العاملين عودت لك المشكل ديال اخوها معا معا ومعا نفس المشكل تحنا يا اخويا بحلق داك باخل سد اللي بيت الولد ما تيفطر ما تيتغدى يلاك لك هي كل ماكلة واحدة في النهار كل شي اوليدين ومدخل الصينية نتاكل نصبنا لهم حددا لهم الفلوس كيعطيه ببقه دبع عنده 32 عام وهو كي قالت هاد البنت كنت اندمت سنانه ما تيحملني لا انا ولا ابقه ما كيحملني لا انا ولا ابقه دكتور ما شاء الله يعني وتاندلولي غير خير انا تنشوف ولاد وقسم لك يمينا بله دكتور تيقولوا خمسين درهم ومشيت المقبرة ديال الرحمة ولقيت دراري شبان بقنغيص هور تيبنيو في المقابر وتيقول لك احنا تنبنيو باش كنجمعو باش كنشرو ونشرو كتوبة وباش كنخلص القراءة ديالنو نقرأو واليدينا ما تيعطعوناش وهادو وهادا مكولي لي جميع الوسائل يعني ما نقص هاتش حاجة ما نقصة ما كرهتش انا الكل قد حتى تجواج نجوجه ولكن غادي توح المراف عمق انا انا قلت حتى يخدم ليخدم ديك الساعة اول ما يخدم حاجة الوحيدة هي يجواج نجوجه ايا لتزوج غادي اي 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 قارقة صلى الله عنده الادب انجليزي وعندو مدار بها حتى حاجة وعندو ماستر في الفين ونصوف المناج من الملايين اللي اخترنا عليه الملايين ماشي اخترنا عليه في مدارف ديال الفلوس واخداد الديبلومات باش يخرج يقلب ويشوف الناس ويدفع السيفيات يطلع للربا يطلع للضار البيضة احنا نساعدك احنا اللي ندعموك في اي حاجة نعاونك بالفلوس باش طلع باش نعطوك السيارة غاين يتحرك ويدل وحد الخطوة زعم وصرح احنا دبا هو ناعس ويقول لكم هو يقلب لي على الخدمة واش السيد عنده 62 عام مهند يس فلاحي دبا مسكن هدا تقاعد قاس 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 مع العائلة دياله وقاس مع ولداته وكبر وقر ومع يا خس يرتاح كي غاين يبقى يدور في الزناق ما عرفت جابه هو من اللي كينود اه دكتور تقول هاد الولد من ديك النوع اللي ما عرفت اللي كيدل قرقه بي ولا الله اعلم وما تي ديرش هاد شي نور الولد عيني يتغم دوما كي يبقى يعقل تعال لا لي انا ولا لاب ولا لاخوته ولا لا اي حاج شوية كدوز واحد يومين ثلث يام واسهد عليه ما يقول ما يشرب الا لما في الليل تكن نعص هاد كينود يقول شي حاج من تلاج احنا ما يقلس معانا ما يهضر معانا ما يدوي معانا حتى تدوز هاد العاصفة هاد واحد ثلث يام اربع ايام هاد كي يرجع يقلس يهضر معانا وكي يخرج اختي يعني كل شي يجيبو لانا الكن نجيبو الولد غير دخل الجامعات طلقها مع صحب السوء هدا جاي من تاذا هدا جاي من وجدا هدا جاي من قرسيف كي يكري بوحديتهم ما شاء الله صافية تعلم القارو تعلم الشرب مرة مرة كي يشرب معهم دي الحقيقة دكتور ليلة هيلالله الليلة يعني بقى قوي ايماننا لا اله اللهم امين يا رب تطلبوا الله يقول ايمان دينا وحنا دكتور كان خاف انا من المستقبل وتنقول عندي دبار ربع وخمسين عام تنقول انا مصاب يربي ولادي خدمه يربي ولدتي تجوجه كل واحد كل واحد في دويل تول يخديم ديالهم نعم كما تيقول المثال غير خدمة هيستقر البنت تيقول المثال ديال الخدمة رهي الراجل اللي ما يطلقهاش والخدمة ذرواطة للزمان وذرواطة للراجل هاتشي اللي تنقول وديك الساعة بغد تجي لموت مرحبا بها الله يطول عمرك وحنا تنطلبوه في دربي عاطينا صحيح وحنا بقى نواقفين معهم لحد الآن من فرطا فيهم في أي حاجة في أي طلبة ديالهم الله يرضي عليهم هم أولاد كيف كندعي مع ولدتنا دكتور تندعي أول حاجة ما تندعي مع أولاد جميع المسلمين كافة أجمعين يارب اللي عنده شي ولداته والله يجعل صدر بطي يجعلهم فيهم البراكة ويجعلهم فيهم رزق ويعطيهم درية الحلال يارب يا كريم ويبعد عليهم طريق الشر وطريق طريق الصهيبة ويجعل لنا وولداتنا وليكن في كل خطوة سلامة آمين يا رب هاتشي يا رب يا كريم هالبنت أنا عاوت لك عليها البنت الكبيرة تجوجت شهر رجل 2011 في العرس 2012 ولدتولي جا حضر لسبوع لحد الآن ما شاء الله لا تليفون لا هادي لا يديك في كامادا عايش ما تيهضرش معنى نهائي انكاسفت المصرف ديال الولد انو بيصفت لديكش اللي قدر الله احنا راضيين بيالولي الحمد لله اللي لقات نحنا اللي لقات في المسكن وفر المسكن والمأكل وعايشة معنا بلا هادي بلا هادي احنا كان الحمد لله تريك الوليين بحل يتم احنا كان نربيه في سبيل الله ليلى هي لله لا ليتم قالك لا حتى تيعلغي الذكرى عندك اجر مع الله والرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليه بحل ما عندوش بحل ما عندوش بحل ما عندوش بحل ما عندوش يبقى في كندا وميجيش دكتور عايش في كندا نعم عايش في كندا هو يعني صالر عندو مزيانه وخدم في ديك الشركة ديال ايب بيب نعم عندو مستوى عالي مشي ديما نهار اللي جاي تجوج معها جاب الوطائق دياله هو عندو جنسية جزائرية يعني غيشف نعم ودعي معنا دكتور الله يصدل على هاد الولد يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الحجة حسب المعاناة ديالك اللي يحفظك وليداتك امين واكيد اكيد ان العائلة الملكة تكونها كده ناجحة كلها وربما كتصب العين من طرف خارجي وكيصيب هاد العين احد افراد الاسرة وكت كت ربما شحال ديالبنات ليلة العرس ديالهم كتصبوا بواحد العين لكتكون قوية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ربما قد تكون البنية ديالك مع زوجها اصيبت بعين فوقع الذي وقع مشى الراجل الى كندا وتعذر عليه العودة او تعذر عليه ان ينجز وطائق ليلحق به زوجته وابنه على كل حال هذا امر الله تعالى والانسان معرض للابتلاء وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز ولنبلونكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين هذا من قدر الله تعالى فالحاجة اسأل الله تعالى لابنتك الشفاء الكامل اللهم شافها وعافها وطبها في الغيب اللهم احفظها ورعاها وذك الوليد اللي هو وقع في ابتلاء نسأل الله تعالى ان يطهر قلبه اللهم يا رب شافه وعافه اللهم توله بعنايتك ورعايتك اللهم خذ بيده الله خذ بناصيته اللهم اوجد له عملا مباركا اللهم اصرف عنه السوء واصرف عنه أصدقاء السوء اللهم يا رب يكرم اجعله من الأخيار اجعله من الأبرار اجعله من المفلحين برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين والبنية دي لك الله يجمع الشمل دي لها مع زوجها ومع ابنها اللهم اجمع شملهم اللهم ياربيد العائلة طيبة اللهم بلغهم مقاصدهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الحجة غنقلك حاول ما أمكن دي قلبك كبير ولسانك رطب بذكر الله احطي ولداتك في الدهم ديالك وبقى تصلي على النبي صلي على النبي بلا حدود والله الذي لا إله إلا هو ستارين العجائب العجاب رسلت على النبي مفتاح للفرج رهي مفتاح وسر من أسرار الوجود وربنا عز وجل ليس عبتا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي الله تعالى في سمائه وفي عليائه يصل على النبي والملائكة النورانيين كلهم يصلون على النبي أهل السماء كلهم يصلون على النبي ثم قال يا أهل الأرض يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلا صلنا عليه غجيك السلامة غجيك العافية غيجيك الفتح المبين هذا سر من أسرار الله وضعه الله تعالى في كتابه العزيز الإنسان إذا أكتر من الصلاة على النبي أول ما يعطيه الله تعالى فرح في قلبه ثم طمأنينة واستقرارا عظيما ثم بعد ذلك الله تعالى يصلح من حوله يصلح الأزواج والأولاد والذرية والأحفاد حتى الجيران والأحباب كل من صل على النبي كتكون واحد الرحمة نورانية حوله تحيط به والبيت الذي يصل فيه على النبي كتجي فيه واحد فرحة نورانية الحجة كتري من الصلاة على النبي ونوي بها أربي أحفظك ولداتك وإصلحهم وإن شاء الله تعالى أيام معدودات سوف ترين العجب العجاب بإذن الله جل جلاله هيا بنا جميعا نصلي على سيد الخلق المحبين كانوا كيمدحو احتل عمامة ديالو كيسموه زين العمامة أعطاه الله تعالى عمامة كيفش كيصوبها جعل فيها نور وبركة هيا بنا جميعا نصلي على النبي ونترك الفرحة والسرور والبهجة تدخل إلى قلوبنا وتدخل إلى بيوتنا وتدخل إلى حياتنا أجمعين صلوا معي على الحبيب زين العمامة اشتركوا في القناة